الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا رؤية لسعة الضبور في المنام علامة على الحسد والغل في حيات صاحب الرؤية هذه الأيام والله أعلم من يرى في المنام أن هناك ضبور قام بلسعه إشارة على الخصوم التي توجد بينه وبين أشخاص في حياته هذه الأيام والله أعلم رؤية لسعة الضبور في منام الفتاة العزباء علامة على إفساد العلاقات التي كانت في حياتها هذه الأيام رؤية لسعة الضبور في المنام بشكل عام علامة على مكيدة كبيرة يقع فيها صاحب الرؤية بشكل كبير هذه الأيام رؤية الضبور الأسود في المنام علامة على وجود رجل منافق ومخادع في حيات صاحب الرؤية يدبر له مكائد كثيرة والله أعلم رؤية الضبور الأسود في المنام علامة على التغيرات السلبية التي توجد في حيات صاحب الرؤية والله أعلم رؤية وجود دبور أسود في المنام علامة على الغرب والبعد عن أهل صاحب الرؤية هذه الأيام والله أعلم رؤية وجود دبور أسود في المنام والله أعلم علامة على شر كبير يحاط بصاحب الرؤية هذه الأيام فعليه الحذر كما تدل رؤية الدبور الأخضر في المنام علامة على وجود مشاكل والتحل بالصبر حتى يتخطى هذه المشاكل صاحب الرؤية والله أعلى وأعلم رؤية الدبور الأخضر في المنام علامة على خسارة مدية كبيرة في حياة صاحب الرؤية هذه الأيام حلم المرأة المتزوجة أن هناك دبر أخضر في المنام علامة على اضطرابات في حياتها الزوجية أو العملية أو الأسرية هذه الأيام والله أعلى وأعلم لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته